في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه أصفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ستة ألاف وستمائة وإحدى وخمسين قضية تامونية متنوعة وضبط ألف ومائتين وسبعين قضية في مجال منع تداول الأرقيلة بمضبطات بلغت ستة ألاف وتسعمائة وثلاس واربعين أرقيلة إضافة إلى غلق أربعة ألاف وتسعمائة وستة وتسعين محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد خمسة وأربعين ألفا واربعمائة وواحد وعشرين شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط تسعة ألاف وخمسمائة وتسع وأربعين قضية تامونية متنوعة من بينها مائة وإحدى وستون قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت واحدا وثلاثين ألفا وسبع وعشرين استوانات بوتجاز وضبط ست وثلاثين قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت ستمائة وخمسة وعشرين ألفا ومائة وتسعين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط تسعة ألاف وثلاثمائة واثنتين وخمسين قضية السلع غزائية وتامونية بمضبوطات وزنت ألف ومائتين واثنين وخمسين طن ومائتي كيلو سلع غزائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع سلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة وأربعة مخالفة مرورية متنوعة من بينها واحد وستون ألفا وسلاثمائة وستون وأربعون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد أربعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وخمسين من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائتين وتسعة سائق منهم كما تم المرور على مائة وأربع عشر مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد ثلاثمائة واثنين وسبعين من سائق حافلات المدارس تبين سلبية كافة الحالات كما تم فحص مائتين وسبع وخمسين مركبات تبين مخالفة سبع مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع ستمائة وأربع وأربعين سيارة وستين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط سمانية عشر ألفاً وثمانمائة وتسع وسبعين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوثة وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط سبعمائة وستين وأربعين قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع ستة وثمانين ألفاً وسبعمائة وثمان واربعين قضية في مجال سلقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت اثنين وسبعين مليون ومئة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وسبعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع مائتين وعشر قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من بينها مائة وتسع عشر قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة كما تم ضبط إحدى وتسعين قضية في مجال جرائم المطبوعات بمطبوطات بلغت سمانية وسبعين ألفاً وخمسمائة واربعين كتب دراسية وكتب خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال إسبوع أربعين قضية بقيمة مالية بلغت مائتين وخمسة مليون وثمانمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وواحد وتسعين جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألفين واربعمائة وسمان وثلاثين قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من سلاسة مليار ومائة وثلاثة واربعين مليون ومائة واربعة عشر ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أحد عشر مليون وستمائة وتسع ألف وسبعمائة وستة وستين جنيها